بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين وخاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبه الغر الميامين رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين ثم أما بعد ما زلنا في سورة المعارج وقد توقفنا عند قول الله تعالى والذين هم على صلاتهم يحافظون وقد تكلمنا عن شيء من هذه الآية واتفقنا أن يكون لنا تكملة ووقفة أخرى مع هذه الآية العظيمة في هذه السورة وقلنا أن الله سبحانه وتعالى يعني كما ذكر ذلك ابن جماعة وغيره من المفسرين وعزاه الإمام القاسمي هذه الإشارة عزاه إلى القاضي عبد الجبار وكذلك ذكرها ابن كثير دون عزو أنه ابتدأ الكلام في ذكر صفات أهل الإيمان بالصلاة وختمت بالصلاة لدلالة على عظم الصلاة وأهمية الصلاة ومكانة الصلاة حيث ورد في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عندما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الأعمال أفضل قال الصلاة على وقتها كي لا ثم أي قال بر الوالدين قال ثم أي قال الجهاد في سبيل الله لذلك لا شك أن الصلاة هي يعني الركن العظيم والركن الذي يفرق بين المؤمن وغير المؤمن وهذا يعني ما اتخذه سيدنا أبكر رضي الله تعالى عنه عندما يعني جعل من يفرق بين الصلاة وبين الزكاة جعل ذلك التفريق يعني إشارة إلى الردة وكان يعني بما فتح الله على قلبه رضي الله تعالى عنه حيث أنه فهم من هذا أنه لا يفرق بين أركان الإسلام فالإسلام يأخذ جملة واحدة لا يأخذ مقطعا كما يفهم البعض في حياتنا الحالية أنه ربما يكون يظن أن الإسلام ممكن أن يكون جزئية معينة يطبقها ويكون قد تحلى أو يعني لبس لباس الإسلام لكن حقيقة الدين هو واحد لا يجزأ لا يمكن لك أن تأخذ الصلاة ولا تعطي الزكاة أو تأخذ الصلاة والزكاة وتقول لا أصم رمضان أو تأخذ الصوم والزكاة وتترك الصلاة وهكذا فهذا كله مناقض لما أراده الله فالإسلام هو جملة واحدة لا يجزأ ولا يقسم قالوا الذين هم على صلاتهم يحافظون نحن ذكرنا أن السلف رضو الله تعالى عليهم يعني تكلموا في موضوع الصلاة والمحافظة عليها قيل المحافظة على أوقاتها كما ذكر في الحديث يعني أي الأعمال أفضل الصلاة على وقتها قيل المحافظة على الوقت وقيل المحافظة على يعني مقدمات الصلاة من إثمام إسباغ الوضوء والتهيئة له وهذا كان دأب الصالحين عندما كانوا يتهيئون للصلاة ويستعدون لها وكما كان سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أرحنا بها يا بلال يعني الراحة التامة وراحة القلب حقيقة هو في الاتصال مع الله سبحانه وتعالى كذلك نلاحظ أنه يعني أول ما يرفع كما ورد في الحديث والحديث حسن قيل أول ما يرفع الخشوع في الصلاة فخشوع في الصلاة يذهب ولذلك تجد أن الناس يصلون وأفكار الدنيا ومهام الدنيا كلها في أذهانهم يعني ينقرونها نقرا لا يعون ماذا يقرؤون في الصلاة وماذا يقولون في الصلاة وماذا يقرؤونه ولو سألت حتى من صلى في المسجد بعد أن خرج وتقول له ماذا يعني قرأ الإمام في الركعات في الصلاة يعني يندر من يقول لك أو ربما قليل من يقول لك أنه قرأ في السورة الفلانية وقرأ الآيات الفلانية لأن الناس كلها قد شغلت في الدنيا نعم الله سبحانه وتعالى علم منا هذا قال والذين هم عن صلاتهم ساهون ما قال الذين هم في صلاتهم ساهون لأن السهوا في الصلاة وشجرة الشيطان تنشأ في الصلاة لكن هذا لا يعني أن المسلم ينساق ويترك نفسه للشيطان لذلك كان كثير من العلماء يقولون إذا يعني لعلك سهوت في الصلاة في شيء قليل ارجع إلى الله سبحانه وتعالى مرة ثانية ولذلك كان البعض يعني يسأل فيقول ما هي الطريقة التي تجعلني أخشع في الصلاة إلى حد تكون الصلاة مقبولة نقول ابتداءا كثير من الناس عندما يصلون وهذا باب النصيحة والله يعني يقرؤون سور معينة من قصار السور فأنا أقول دائما عندما يعني تحدد السور التي تقرأها فليكن جزء المكي يعني جزء سورة النبأ فلنفرض سورة النبأ هذه أقرأها بدقة عند تفسير في تفسير معين أو في تفسير تختاره أنت حتى لا نحدد عليك فإذا قرأت في الصلاة ستتذكر المعاني المرادة وتتفكر في كلمات الكتاب وكلمات القرآن ومعاني القرآن وماذا قال عنها أهل التفسير في فهم الآية فيكون هذا شيء من الرابط لك إلى الصلاة وهذا شيء عظيم جدا ومهم جدا يفعله العبد حقيقة حتى يرتبط بالصلاة ارتباطا صحيحا وارتباطا يعني لا يخرجه عن حقيقة الصلاة فإنها الصلاة يعني الذي يصليها ولا يعي منها شيء همه الدنيا وقد شعلته الدنيا يعني ربما تلف كما تلف الخرق البالي كما ورد في الحديث ثم يضرب بها وجه المصلي وكذلك المراءات في الصلاة أيضا هذه مسألة أيضا عظيمة جدا يعني أورد الإمام الموردي في التفسير قال إن العبد إذا صلى صلاة زفتها الملائكة إلى السماء الدنيا ثم تأخذها السماء الملائكة السماء الدنيا إلى الثانية والثالثة والرابعة قالوا حتى تصل إلى المكان الذي تعرض فيه الأعمال على الله سبحانه وتعالى قال فيقول الله سبحانه وتعالى اضربوا بها وجه عبدي فإنه ما عملها لأجلي ما صلى لأجلي هذه الصلاة لذلك قضية المحافظة على الصلاة المحافظة على كل ما تعنيه كلمة المحافظة من وضوء ومن الوقت ومن الأداء ومن الأركام ومن الهيئات ومن يعني الوقوف واللباس الجميل واللباس الطاهر حتى قضية الناس عندما يصلون في البيت مرات تجد بعض الناس يعني يستثقلون أن يلبس ملابس تليق وأنه يقابل الله سبحانه وتعالى ولو قابل شرطيا أو قابل جاره حتى ربما يعني حفظ لمكانته لأنه الأستاذ فلان أو الدكتور فلان أو الشيخ فلان ربما لبس ملابس يعني تليق لاستقبال ضيف على الباب وأن تتقف فتصلي أمام الله سبحانه وتعالى فكان الباب الأولى أن يعني تستعد وذلك لمن قرأ قصص الصالحين وبعض لطائف السلف يجد أمرا عجبا من يتعطر ومن يترتب ومن يلبس الملابس الطيء الجميلة حتى يقابل بها الله سبحانه وتعالى لا شك أن هذا يعني يرجع إلى جزئية مهمة جدا ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب قضية تقوى القلب في قضية أنت واستعدادك للصلاة وتهيئك للصلاة لذلك قضية المحافظة على الصلاة هذا أمر مهم جدا ولا ننسى أن الصلاة وإن كان الحديث يعني الذي سنذكره حديثا ضعيفا لكن أورده أهل التفسير من باب يعني الاستئناس به ومن باب أنه ذكر يعني كمعنى صحيح وإن كان الإسناد فيه ضعف عن طلح بن عبد الله يقول أسلم رجلان في وقت النبي عليه الصلاة والسلام أحدهما كان مشتهدا أكثر من الآخر وهذا المجتهد استشهد في إحدى الغزوات وبعد سنة مات الذي بعده الصاحب الثاني قال رأيت نفسي كأني على باب الجنة إحنا الثلاثة وقفين أنا وذول الثنين وقفين على باب الجنة قال فخرج من الجنة رجل فقال يدخل فلان فأدخل من الثاني الذي مات بعد سنة قال ثم أدخل الأول الذي استشهد وكان مشتهدا في العبادة قال فلما جئت وردت الدخول قال لم يئن الوقت لك ارجع لم يئن الوقت لك قال فاستيقظت فحدثت بها الناس وانتشر الكلام بين الناس حتى يعني سمع النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وكان الناس يتعجبون من دخول الثاني قبل الأول مع العلم الأول كان مشتهد في العبادة أكثر وكان الأول قتل في سبيل الله استشهد في سبيل الله فاستغرب الناس على أنه دخول الثاني قبل الأول فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم تتعجبون من ذلك ألم يمر يعني الثاني هذا اللي مات متأخر ألم يصم رمضان ما جاءت رمضان وجاءت ليلة القدر معاثي في هذه السنة التي بقيها بعد صاحبه ألم يصلي كذا وكذا سجدا لله قال إنما بينهما لأبعد ما بين السماء والأرض لاحظوا هذه الصلاة إذا من الله عليك بأن أبقاك في الأرض ومن عليك بالهداية حتى سجدت وصمت رمضان وسجدت وصليت هذه كلها رفعة في الدرجة هذه كلها رفعة في الدرجة ولذلك المحافظة على الصلاة هو حقيقة شعار الإسلام وهو الميزة الواضحة الميزة الواضحة للمسلم في قضية الصلاة أما قضية ما يقوله بعض الناس وخاصة هذه كلمة دارجة عندنا في العراق المهم القلب نظيف وأنا قلبي طيب وأنا المهم أنه لا نقول نعم صحيح صحيح أنك لا تأكل حق الغير ولا تعتدي على الغير ولا تأكل من أموال المسلمين ولا تسرق ولا ترتشي هذا كلها واجبات مطلوبة ولكن الأمر الأهم ما ألزمك به الله في قضية أنه وما خلقت الجن والإنس إلا لا يعبدون فأنت عليك بالعبادة أولا أما الأمور الثانية نعم سيحاسب عليه الجميع صحيح أنه يعني قد يأتي الرجل وهو من الصف الأول ولكنه قد غرق في الربا قد غرق في السرقات وغير ذلك بالرشاوة وغير ذلك من أعمال السوء هذا كلها سيحاسب عليها لكن قضية أنه أستعيذ عن الصلاة بقلب الطيب أو قلب النظيف أو القلب الأبيض كما يسمونه أو المرأة تستعيذ عن الصلاة بقضية أنه يعني هي ما محجبة وتقول شوفوا المحجبات شوفوا اللابسات نقاب شوفوا كذا كله كلام غير صحيح لأنه كما قلنا الإسلام جملة واحدة لا يجزأ ولا يقسب هناك فروض أركان للإسلام أركان إذا ما بني مسمى الإسلام على هذه الأركان سقط فكيف تقول أنا مسلم أو أنا مسلمة وأنت لم تقفي على هذه الأركان لم يكون بناء الإسلام الذي أنت علي على هذه الأركان التي جعلها الله أسسا وقواعدا وأركانا لوقوف مسمى الإسلام هذه المظلة التي تظل العبد قال والذين هم على صلاتهم يحافظون وقلنا قرية أيضا على صلواتهم يحافظون هناك مسألة ربما البعض يعني يقول أنه هل هذه الأمور فقط هي التي تحدد الإسلام يعني قضية أنه صلاة دائمون وفي أموالهم حق معلوم يؤدي الزكاة ويؤدي الصلاة ويصدق بيوم الدين ولفروجهم حافظون وغير ذلك هي هذه فقط الإسلام من فعل هذا يعني كان في جنات مكرمون كما قال تعالى يعني أولئك في جنات مكرمون هل هذه الأشياء تكفي له أن يدخل الجنة نقول أولا أولا كما ذكر ذلك ابن جماعة في كشف المعاني قال أنه القرآن في كل سورة يذكر جزئيات معينة يعني أنت عندما تذكر أنه قال ما سلككم في سقر يعني ما السبب الذي أدخلهم في سقر فماذا كان الجواب قال لم نكن المصلين ولم نكن نطعم المسكين هل عدم إطعام المسكين يوصل الإنسان أن يدخل النار هل هذه عدم إطعام المسكين يعني من الكبائر التي لا تغتفر حتى يدخل بها النار لا إنما القرآن كما قلنا كلام الله لا يتقطع منه بدأ وإليه يعود هو جملة واحدة لذلك المعاني كلها القرآن يعني متكاتف مترابط جملة واحدة لذلك تأخذ المعاني جميعا ولكن رحمة بنا القرآن كلام الله يعني يفصل لله سبحانه وتعالى في كل سورة زاوية من الزوايا التي يجب ينتبه إليها العبد مرة ينبهنا على عطعام المسكين ومرة ينبهنا على عدم شهالة الزور ومرة ينبهنا على قضية الصلاة ومرة ينبهنا على قضية الحج ومرة ينبهنا على كذا إذن بمجموعها يكون مسمى الإسلام لكن ابن جماعة كان له رأي آخر ابن جماعة يقول في قول الله تعالى والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون قال شمل جميع المأمورات وجمل جميع المنهيات أي جميع ما أمر الله به يدخل في هذا وجميع ما نهى الله عنه يدخل أيضا في هذا ومنهم المفسرين قالوا لا كما قلنا إنما هي مقاطع مصاقط هندسية يعني أطلقها القرآن في كل سورة عن ذلك المنظور المجسم الهندسي العظيم للقرآن الكريم أنه هذه المصاقط كلها صور لو جمعت لخرج لنا مسمى الإسلام كاملا هذا الذي أراده الله سبحانه وتعالى من خلال الخطاب القرآني قال والذين هم على صلاتهم يحافظون ما زلنا في الآية هذه المفسرين حقيقة قالوا أنه توافق كبير جدا مع تكرار مع اختلاف الألفاظ وهناك افتراق يعني هناك توافق وهناك إعادة لبعض الآيات التي جاءت نصا في السورتين وهناك اختلاف فما ذكر في المعارج لم يذكر فيه سورة المؤمنون وكذلك ما ذكر في المؤمنون لم يذكر في المعارج وهناك خصة سورة المعارج بذكر أشياء لم ترد في سورة المؤمنين حتى التعبير عن الصلاة كما قلنا هنا قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة مخاشعون هنا جاءت ذكر الصلاة مرتين جاءت دائمون ويحافظون إذن هذه جزئية هناك أيضا ذكر أنهم للزكاة فاعلون في سورة المؤمنون لكن هنا فصل في أمر الزكاة يعني هناك يعني صرح في لفظ الزكاة ونحن قلنا هنا يعني قال وفي أموالهم حق معلوم طالما ذكر معلوم وتكلمنا عن هذا وأفضنا فيه حقيقة قلنا غالبا ما يقرر القرآن بين الصلاة والزكاة وذلك كما قال ابن عباس ثلاث آيات يعني لا يقبل الله إحداهن دون الأخرى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة نعم فالصلاة والزكاة طالما تتكلم عن الصلاة وذكر المال بعدها وقيده بأنه معلوم فإذا لا يفهم منه إلا الزكاة لكن هنا قال زكاة فاعلون لكن هنا ذكر وفصل تفصيلا أكثر أنه أموالهم حق للسائل والمحروم ففصل في بعض أنواع المستحقين أو من يعني يجب إعطاؤهم من الزكاة أنه السائل والمحروم وتكلمنا عن موضوع السائل والمحروم جاءت هنا بعض الآيات التي لم ترد في سورة المؤمنون المؤمنون عفوا في قضية أنه يعني لأماناتهم وعهدهم راعون وجاءت قضية حفظ الفروج جاء في سورتين لما أنه هذه من الضرورات الخمس أو كم يسمونه الكليات الخمس يعني حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل نعم فهذه من الضرورات المهمة الأساسية للإنسان التي يعني يجب أن ينتبه إليه مع الخلاف بين العلماء في تقديم بعض هذه الضرورات على الأخرى وهذا يعني موضوع عصولي لا أتفصل فيه الآن لكن ربما يكون لنا معه وقف أخرى إذا تكلمنا في موطن آخر لذلك قالوا أنه يعني بينهما هذا الاتفاق وهذا التفريق في الألفاظ وبينهم أيضا هذا الخلاف لكن كل السورتين تتكلم عن ما يجب على المسلم أن يحتم به وأن يحافظ عليه لأنه لا يمكن أن يكون هناك مسمى إسلام حقيقي ما لم يكن هناك للعبد يعني التزام بما يعني جاء في هاتين السورتين ثم بعد ذلك يقول الله سبحانه وتعالى أولئك في جنات مكرم لاحظوا هنا والذين هم على صلاتهم يحافظون قال بالعشور من إشارات اللطيفة قال لم يقل القرآن والذين هم يحافظون على صلاتهم إنما قدم الصلاة وأخر الفعل المضارع قال لدلالة الاهتمام الأهمية العظيمة للصلاة فقدمها في الذكر قال والذين هم في صلاتهم على صلاتهم يحافظون وحتى كلمة على التي تفيد أنه الترقب ويعني على فيها معنى الاستعلاء كأنهم هم ينظرون إلى الصلاة حتى متى ما حان وقتها دنى أجلها وقعت شروطها في قضية الغروب أو الشروق أو الانتصاف حسب أوقات الصلاة الدوها كما أرادها الله سبحانه وتعالى لذلك جاءت حتى رفضت على هذا المعنى الجميل وقت قديم الصلاة على يحافظون أيضا فيها معنى اهتمام بالصلاة على الأهمية نعم كما ذكر ذلك ابن عاشور نعم قال أولئك في جنات مكرمون قال ابن كثير من فعل هذا كان له النعيم الدائم عند الله سبحانه وتعالى وكانت له الرحمة العظيمة عند الله سبحانه وتعالى مكرم منعم بنعيم الله سبحانه وتعالى وإذا ما ذكره جمع كبير المفسرين على هذا المعنى ما على اختلاف الألفاظ طبيعي قال أولئك في جنات مكرمون ذكر أهل التفسير إشارة قالوا أولئك هذه اسم الإشارة لما قدم وقد ذكرها أيضا ابن عاشور أيضا وذكره قبله المفسرين أيضا قالوا أولئك هذه عندما جاءت أولئك في جنات مكرمون قالوا ما فائدة اسم الإشارة قالوا اسم الإشارة يشار به على كل ما تقدم يعني من صلاتهم دائمون وفي أموالهم حق المعلوم السائل المحروم والذين يصدقون بيوم الدين وكل هذه الصفات فأولئك أشار إلى كل ذلك الذي ذكره القرآن على أنهم يعني في جنات مكرمون قالوا هذا كقول الله تعالى عندما ذكر الإفلامين ذلك الكتاب لا رأيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون الغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون إلى أن قال يعني ومما رزقناهم ينفقون ثم قال يعني أولئك هم المفلحون وأولئك هم المفلحون فأولئك أي شملت كل الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في بداية سورة البقرة فجاءت أولئك باسم الإشارة إلى كل المشار إليه كذلك أولئك أي من قام بكل هذه الأشياء هم في جنات مكرمون ولم يذكر جنة واحدة ونلاحظ أنه الله سبحانه وتعالى قال ومن خاف فقام ربه جنتان ومرة قال جنة عرضها السماءة أرض ومرة قال في جنات مكرمون وكلها لا خلافة فيها فكلها المعنى واحد العبد يعني تكون له درجات في الجنة وبين كل درجة ودرجة من المنازل ما بين السماوات والأرض من السعة والعظمة وما يعلم ملك الله أحد إلا الله سبحانه وتعالى في جنات الله سبحانه وتعالى منهم من قال أنه يقسم الجمع على الجمع لما كان تكلم عن أولئك وهم جماعة وتكلم عن الجنات فكل من فعلى هذا الفعل ستكون له جنة وتكون له منزلة ومنهم من قال أن العبد ربما تكون له البساتين الكثيرة في المكان الواحد فكأنها جنات يعني نظر الجنة يطلق على جنة الخلد عامة ويطلق على المكانات الجنان الكثيرة البساتين الكثيرة جنة كما قال تعالى ولمن خاف مقام ربه جنتان يعني قالوا جنة لأداء الطاعات وجنة لترك المعاصي وأقوال كثيرة سنتكلم عنها وتكلمنا عنها في سورة الرحمن نعم قال في جنات مكرمون أي أكرمهم الله وأي أكرام هذا يعني بعد أن أدخلهم الله الجنة قال فمن زحزح على النار وأدخل الجنة فقد فاز فالفوز العظيم حقيقة في أنه ينجو الإنسان من العذاب لأن دفع الضرر المقدم على جلب منفع فلذلك قال في جنات مكرمون أكرمهم الله ولذلك ورد في الحديث أن الله سبحانه وتعالى عندما يقول يعني للعباده في الجنة إني راضي عنكم فهل أنتم راضون عني فقالوا يا رب كيف لا نرضى وقد بيضت وجوهنا ونجيتنا من النار وأدخلتنا الجنة ثم يكرمهم الله بكرم عظيم كما قال تعالى الذين أحسنوا الحسنة وزيادة قالوا الحسنة هي الجنة وزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم قال فيكشف الله فيرونه في ذلك اليوم جعل الله سبحانه وتعالى جميع من يسمعنا يا رب العالمين من أهل ذلك الموقف العظيم الذي يعني يكرمهم الله سبحانه وتعالى في ذلك الموقف في تلك الرؤية نعم قال في جنات مكرمون فما للذين فما للذين كفروا قبلك محطعين هذه الآية فيها رسم عجيب ورسم نادر ابن عاشور حقيقة ذكر إشارة في الرسم عجيبة لاحظوا فما وحدها واللام وحدها والذين وحدها يعني ما جاءت اللام متصل مع الذين فما لي الذين هذه اللي مستقلة وحدها ما جاءت موصولة فقال ابن عاشور قال وهذا رسم نادر يوافق ندرة ما فعله المنافقون والكفار مع رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذه إشارة في غاية الروعة واللطف أي غرابة الرسم غرابة الرسم إشارة إلى غرابة حالهم وقضية الرسم مع حال المعنى في التفسير يعني كثيرة جدا وقد كتب فيها أهل التفسير وإشارات المفسرين فيها كثيرة جدا يعني لاحظوا مثلا عندما يذكر السيمة يقول سيماهم في وجوههم من أثر السجود لاحظوا كلمة سيماهم كيف مكتوبة سيماهم بها ألف بينما في قول الله تعالى يعرف المجرمون بسيماهم مرسومة من غير ألف قال أهل التفسير إنما جاءت الألف مع ذكر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنها الألف فيها معنى الرفعة فأراد الله أن يرفع من شأنهم فجاءت كلمة سيما ورسومة بالألف إشارة إلى هذه الرفعة هذا أحد المعاني طبيعي ليس كل المعاني لست أنا بصدد شرح الآية أما الثانية لما تكلم عن المشركين قال سيماهم في وجوههم حذف الألف لأنه لا تناسب مقام الكافرين في ذلك الوقت من استوداد الوجوه يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبيض وجوهنا ووجوهكم وجوه المسلمين وأمواتنا وأمواتكم جميعا إن شاء الله نتوقف إلى هذا القدر إن شاء الله على أن نكمل معكم في الحلقة القادمة من سورة المعارج إلى ذلك الحين نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة